وليت الاتحاد المصري يتبنى هذا الاحترام ويرى الاهلي كما يراه الاخرون المنافسون الحياله السيد عبدالباقي بن مسعود كمان لفت نظره حاجة كواحد عربي قالك شوفه رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب حتى وهو على المنصة التتوين كيف ان انفنتينو ومتسبي يتحايلون فيه وهو ينظر بكبرياء قالك هما بيتحايلوا فيه يعني بيحايلوا فيه بيعتزلوا ان هما قالك هو حاسس بكبرياء البطل وحاسس بكبرياء الاهلي وهم حاسين بقديه الغلط اللي هما ارتكبوه لان هما ما اتبعوش اللعب النظيف ولا ابدا تكافؤ الفرص فكانوا حاسين هما بغلطتهم هنا الاتحاد المصري انت اللي حطيت الاهلي في الموقف ده حق الاهلي عند اتحاد الكور طبعا اتحاد الكورة بالمناسبة اللي فشل في التأهل لكأس العالم مدومنا بنتكلم عن تونس خطوتين نبا في الجزائر النهاردة الاتحاد الجزائري لكورة القدم احساسا منه بالفشل في التأهل لكأس العالم بعد بفضل بيلاحق قضيته ضد الكاميرون في المحكمة لما فشل قدم استقالته النهاردة النهاردة استقال مجلس إدارة الاتحاد الجزائري برئاسة شرف الدين عمارة والستة عضاء المكتب التنفيذي اللي معاه عضاء المجلس والسبب فشلنا في تحقيق احلام جماهير الجزائر في التأهل لكأس العالم اهم نقطة في الموضوع ده عارف ايه ان نوقشت هذه السقالة امام الجمعية العمومية لكورة القدم الجزائرية شوف الجمعية بوعيها اللي اختارت دول مش احنا نبعت نجيب ناس من البلد تقفلنا قدام الاتحاد في مظاهر التأييد ايه ده ايه عايزين نوصل لايه هنبدل نضحك على نفسنا وننسى الصالح العامل امتى من وقع ممكن جدا الرئيس الاتحاد ده يقولك احنا الظلامنا وعيش في المظلومية وكل العالم كان شايف انه الظلام امام الكاميرون وانا دفعت وروحت زي ما قالك مباراة سنغال حتتعاد ها حاجة تضحك ادي موقف هنا وموقف هنا ده استهلكنا وضيع وقتنا في احتجاج يعلم انه غير مؤثر وان يصل فيه لنتيجة وتسريبات تسريبات تسريبات لحد ما يعد الموضوع وده تحمل للمسئولية انا هحاول اجيب حق الجزار الواضح يعني اسباب الجزار كانت اقوى من اسبابي يعني انت الاتحاد الافريق الدولي عاد ماتش جنوب افريقيا مع السنغال بغلط التحاكم انت هنا نفس الشيء في غلط التحاكم كل الناس شفيت لأسف يعني ما تعللش ان انا كنت الاقرب وان انا اتظلامت لا انا فشلت في التقاهل وانا عندي شوف كبريع بقى ايه ده انا كنت متصادر التصنيف الافريقي ده انا الفرقة اللي كانت مرعبة وكل يخشاني نتائج الفترة الفاتت لا انا اتحملها غير يمكن يقدر ينجح هذه مسئولية لكن انا مش حبقى حالم الى درجة ان نطلب من اتحاد الكرة يعمل كده حيقولك احنا بقلنا شهرين قعد عام عشرين سنة بس ادي الناس وريني انت ما هو اصل حاجة بصها سيد بريم هقولها وش بقى ياتحاد الكرة دلس عليه من قبل الموظف انه ما تضع على خطاب ما كانش يعلم محتوى وما خدش باله تزقله فوصل الورق لانه ماضي عليه سيد جمال لم ماضي عليه وهنا اقول ان الاستاذ جمال بيمضي جواب بهذه الخطورة دون قرار مجلس ادارة ده قرار مجلس ادارة لان هترتب عليه قرار الدولة نعنى انت تقول ان عايز انظم ايه انت كالتحاد الكرة بتقول للوزير عايز انظم ايه بالاتفاق مع ده مجلس الادارة مش تيجي بقى برضو ودي الوحدة هتحل الاتحاد تحلوا لا تقبل استقالة انك تحاول تاخد توقعات عشان تزوء الورقة بتاريخ سابق تزوير تزوير موقف عشان تدي شرعية ان انا خدت رأيي الاعضاء فتكشف يا جماعة ده كل وحدة فيهم تقيل الاتحاد فانت اذا يدلس عليك فتعاقب الذي يدلس عليك وتقول والله اصل انا رجل حسن النية وانا انا مش مخون وهو مضاني على وصل امانة في وص الورقة واخد بالك يعني دي في حالها في حد ذاتها تستحق الاستقالة اما انت يدلس عليك بالطريقة دي لما انت مش معني تقرأ وانت لو كان فيه قرار بالاتحاد الكورة الكورة جماعي ما كانش هيتعمل فيك كده كنت حتبقى بتنفس قرار الاتحاد يجي المدير التنفيذي يكتب بناء على قرار الاتحاد المصري جلست كذا تقرر واحد اثنين ثلاثة مش مزاجية العملية انت وليد اذا يا فيه تدليس يا فيه ترخامة ايوه يا تدليس يا ترخامة اللي بيحصل بقى ده بانك تكلف وليد العطار بملفات هما الاخطة انت حتبني كل مشاكل الاتحاد على الملفات التي يعدي لها الاستاذ وليد الذي سحبت منه وصيقها امام الرأي العام ممكن يبقى وليد ده ضحية او عبد المأمور زي ما بيتقال لكنه هو المسؤولين مباشر ما تديش القط مفتاح القرار ما روحش يقولي طب قولي بقى مين يتقيد ونتقيد ازاي ومش عارف ايه طب نعمل ايه والمشاكل ولجنة شون لجنة شون لعبين ده اللي بيحصل بقى كان في لجنة شون لعبين ارجعوا وحققوا بدري اللي يعمل دي يبقى يعمل دي ويبقى عمل دي ودي ودي كل واحدة يا جماعة في اتحاد الكورة من حقه يروح شوف البصة بتاعته والشكاوة بتاعته ياخد صور منها راحت ازاي عشان انا بقولك هتكتشف امور يا جماعة ما تعتمدوش على ان الدنيا هتعدي النادي الاهلي ارسل خطابا يتابع الامر مع السيد الوزير واعتقد انه سوف يرسل هذا الخطاب بشكل دوري لحد ما جيلوا رد وان ما جالوش رد اعلم انه ربما يكتبوا ميت خطاب بس يبقى التاريخ شاهد اشتركوا في القناة